المعرفة والمتابعة الدائمة والزيارات المتكررة للصين التي تعتبر الموطن الاصلي لشجرة البرتقال ومختلف انواع الحمضيات ساهمت كثيرا لدى المزارعين الفلسطينيين بتطوير هذا المنتج الزراعي الذي يعتبر واحد من اهم الزراعات التي يقبل عليها المزارعون سفدنا المزارعين لانه اصل التسمي لكلمة برتقال هي من دول جنوب شرق اسيا خاصة الصين يعني الصين هي اللي كان فيها اكبر انتاج للبرتقال في الماضي ولزالت بعدها التجار نقلوا الشتلات البرتقال الى دول ثاني مثل الشرق الاوسط ويواكب المزارع ربحي واقاربه في البلدة كل جديد في تطور الزراعي في الصين معتبرين ان ذلك يساهم كثيرا في تحسين ذلك المنتج استفدنا من خبرتهم العالمي بشكل عام وجينا طبقنا هذا الاشي عرض الواقع هون زي ما انتم شايفين اللمون احنا بنحاول قدر الامكان انه نحسن من اللمون كحب وكشجر مثل ما بنستفيد من صناعاتهم عنا في بلادنا بنستفيد برضو من طرقهم الزراعية ومن منتجاتهم بنطورها عنا بناء على تعليمات يعني الصينية والحمد لله يعني ماشي الوضع عنا ويعمل اصحاب هذه المزرعة بكل الطرق والوسائل التي يستفيدون منها من تجرباتهم التي انعكست اجابا على مزرعتهم افادة المزارعين الاخرين وتعريفهم بكل الطرق والتجارب التي حصلوا عليها من الصين سواء عند زيارتها او من خل المتبعة ذلك عبر التواصل الالكتروني كيف ننحافظ على شجرة البرتقال ونطورها صح؟ في طرق اولا بده تكون زراعتها في ارض خصبة والمنطقة يكون مناخها مناسب يعني صيف حار مع برودة شتاء مش البرودة العالية جدا وبنكلمها بالثاني مرة وطبعا الرش قلت لك كل ساني مرتين وطريقة الري تكون طريقة يعني جيدة وتنتج بلدة عتيل وحدها في موسم قطاف الحمضيات الذي يبدأ واخر الشهر الحالي ما لا يقل عن عشرة الاف طن الموطن الاصلي لشجرة البرتقال في الصين جعل المواطن الفلسطيني والمزارع لمتابعة ومواكبة كل التطور الذي يحصل على الزراعة خاصة في الصين التي ابهرت تجربتها الزراعية العالمة اجمع محمد الصانوري سي جت ان العربية من مزارع البرتقال عتيل